حلفاء الأمس خصماء اليوم لكن في غير ساحتهم وبأدوات استعملوها عندما تقاسم العراق وذات الأدوات تدير حرب الوكالة بين الطرفين أمريكا وإيران وصل إلى مفترق ملتهب على خارطة النفوذ المتنازع عليها في العراق ولهذا المفترق فاتورة عالية سيدفع العراق تكاريفها ميليشيا الحشد الوكيل الإيراني في العراق بدأت تضغط باتجاه إخراج القوات الأمريكية بعد أن زادت الأخيرة هجماتها على تلك الميليشيات وضغطت على الحكومة لتجريدها من سلاحها يتوافق هذا المطلب مع الحالة الشعبية العامة التي بدأت تعي خطورة وجود هذه الميليشيات على البلد من ناحية إغراقه بتباعات الحرب بالوكالة إضافة إلى ارتكابها جرائم كثيرة ضد المدنيين والمتظاهرين فضلا عن مصادرتها القرار العراقي وتشكيلها دولة داخل دولة في استنساخ لتجربة ميليشيا حزب الله في لبنان تقرير لوكالة الأناضول التركية يرصد خيارات ميليشيا الحشد في حال الضغط عليها لتجريدها من سلاحها ومن هذه الخيارات بحسب وكالة الأناضول فإن هذه الميليشيات قد تنفذ تجربة الحوتيين إذا اتخذ قرار لتجريدها من السلاح حيث ستقوم بالاستأصاء والسيطرة على مناطق بشكل منفصل عن الحكومة وقواتها التقليدية ويرى مراقبون أن اللجوء إلى خيارات نزع أسلحة ميليشيات إيران بشكل قصري واستصدار قرارات حكومية بحل تشكيلاتها قد يدفعها إلى فرض سيطرتها على العاصمة ومحافظات عراقية أخرى في تكرار لتجربة سيطرة ميليشي الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء خريف عام 2014 وبالتالي دخول البلاد في نزاع مسلح داخلي يذكر هذا الخيار بكيفية مساهمة واصنطن في صناعة الغول الميليشيوي ومده بأدوات القوة بذريعة الحرب على تنظيم الدولة عام 2014 وعندما أرادت التخلص منه وجدت الأمور أشد تعقيدا شكرا شكرا